اشد وزدنا إيمان مرهان من فيض المولى يدلو أسرارا وبيان في هذا القرآن تأمل وادعو الحنان المنان آيات تتلو آيات ما أعظم هذا القرآن برنامج علم للدنيا يدل إنسان الحيران وتقي الدين يعلمنا مرهانا يعلو قرهان يعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا إيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم في هذه الساعة الطيبة المباركة من اليوم المبارك الطيب يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس وغربت وعلى هذه الشاشة الطيبة الطاهرة المباركة شاشة قناة الرحمة الفضائية وحول برهان جديد على إعجاز القرآن الكريم نبدأ بحمد الله عز وجل أنهدانا لهذا وما كنا لنهتري لولا أنهدانا الله الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأعزاب وحده وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وقليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أحبتي في الله فما زلنا مطوف حول الحديث العظيم الذي يمثل الأمة كجسد واحد وطبعا تعلمون جيدا أن عيني وقلبي وعقلي على حال الأمة الآن ولذا اخترت هذا الحديث وهذه هي الحلقة الثالثة فيه اخترت هذا الحديث لمناسبته للواقع الذي تعيشه الأمة واقع التمزق والتفرق والتخاصم والتدابر والتحاسد والتنافس والتحزب والتشرذم لذا اخترت الحديث الذي يصور أمتك جسد واحد ولأننا في هذا البرنامج الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه نتحدث عن الجسد الإنساني كثيرا ونعلم جيدا من خلال دراستنا الطبية التشريحية والوظيفية أن الجسد وحدة واحدة لا يصح بحال أن نخرج عضوا من أعضاء هذا الجسد لكي يعمل بمفرده لا يمكن إطلاقا أن ننتزع القلب من الصدر فينبض وحده في الشارع ولا أن ننتزع الرئتين من الصدر لكي تتنفس وحدها ولا يمكن بحال أن نستخلص من الجسد أو عيته الدموية شرايين وأوردة لكي تعمل بمفردها بمنأة عن القلب والرئتين والكبد والابتحال وغيرها من الأعضاء التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالدورة الدموية ولا يمكن لجسد أن يعيش بلا رأس بلا مخ بلا عقل ولا يمكن أيضا عقلا أن يوجد عقل بلا جسد إنها الوحدة الواحدة التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث الذي تحفظونه جميعا عن ظهر قلب مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم تأمل ألفاظ الحديث الشريف مثل المؤمنين في تراحمهم وتعاطفهم وتوادهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو صغر هذا العضو أو كبر تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحم تحدثنا في الحلقتين السابقتين ونحن نطوف حول هذا الحديث عن معنى الشكوى إذا اشتكى ومعنى التداعي تداعي الجسد بالسهر والحمة ولم نتحدث بعد عن السهر ولا عن الحمة وهو إعجاز مثير في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولكننا يعني أردنا أن نبدأ بالحديث عن المخ عن العقل عن مركز القيادة عن رأس الأمة عن رأس هذه الأعضاء الذي ينظم حركتها ويجعل هذه الحركة في سمفونية رائعة فقررنا أن نبدأ بالحديث طالما الحديث عن اشتكى وتداعى والشكوى عبارة عن إشارات ترسل للمخ وإشارات ترسل من المخ وتداعي الجسد كله لشكوى عضو واحد فيه تأمل وتدبر وانتبه أخي الحبيب الجسد كله أي جسد الأمة كله يتداعى لشكوى فرض واحد مش مجموعة ولا أسرة ولا شارع ولا مؤسسة لا فرض واحد فرض واحد يشكو فتتداعى الأمة كلها لنجدته دي ما فهم الحديث فنبدأنا نتكلم عن الإعجاز الخطير في المخ في العقل الدماغ البشري أو الدماغ البشري هو صورة مصغرة للكون للكون يحملها كل واحد مننا على كتفه فهو يحوي أكثر من مائة مليار من العصبونات دي أول شريحة أسمها تس مائة مليار من العصبونات العصبونات دي عبارة عن أنها الخلايا العصبي العصبون يعني الخلايا العصبي وذلك يجعل منه أكثر آلات الكون تعقيدا كما يرى الكندي جورج اللالوند المتخصص في دراسة المخ يعني عبارة عن أنه كون كون الله عز وجل خالق الأكوان خالق الإنسان منزل القرآن إله واحد لا شريك له ولذلك فهي وحدة الوجود وحدة الوجود المخلوق مش وحدة الوجود التي يتحدث عنها الصوفية فيغرقون في الضلالات والجهالات لا دا مش وحدة الوجود دي وحدة الوجود التي أقصد وحدة الخلق التي دليل على الخالق أكرر وحدة الوجود يعني وحدة الخلق وحدة الخلق يعني الوحدة الأساسية لخلق الإنسان هي الخلية الحية الوحدة الأساسية لخلق الأكوان هي الظرة دا وحدة الخلق تدل دلالة قاطعة على وحدة الخالق جل وعلا هو واحد لا شريك له العصبون أو الخلية العصبية دي العصبون أو الخلية العصبية أو نيورون كل ده عبارة عن أنه يعني تعبير واحد الشريحة اللي بعدها العصبون أو الخلية العصبية أو نيورون نيورون بالانجليزي هو الخلية العصبية هو العصبون أرجو أن تتابعني فأحاول بمشيئة لعز وجل أن أبسط المسألة دول وحدة العصبية الأساسية أو الخلية العصبية التي تكون بتشابكاتها مع خلايا عصبية أخرى الألياف العصبية التي تكون بدورها الأعصابة بمعنى الخلية العصبية لا استرنا شوي الخلية العصبية جزاك الله خيرا الخلية العصبية هي وحدة الجهاز العصبي احنا عارفين ان الخلية الحية هي وحدة الجسد وكرنا ضربنا مثل عن بناء ضخم برج عالي في حجرات وفي مطابق وفي انتريهات وفي دورات مياه وفي مياه صرفه وفي كهرباء وواواوا هذا البرج العالي وحدته الاساسية الخلية الحية الخلية الحية وحدة الجسم طيب ندخل الجسم شوية ونتكلم احنا الوقت يدخلين الجهاز العصبي جهاز العصبي ده جهاز خطير جدا جدا الوحدة الاساسية للجهاز العصبي هي الخلية العصبية خلية العصبية ريت هنشوف احنا وصورتها الوقت واحنا ماشيين يعني يعني بنا خلية وطالع منها محور والمحور طالع منه الشجيرات كده تشابك الشجيرات مع بعضها بتكون حاجة اسمه الالياف العصبية الياف العصبية مع بعضها بتكون العصب العصب زي العصب الوركي بيحصل له حاجة بيحصل عرق النسى زي العصب السابع اللي حصل له شلل بيحصل شلل نصف الوجه يعني كده طب العصب دي شبكة رهيبة جدا في الجسم الانسان وانتعرفين انا داخل في القصة المخ عشان الاشارات وعشان اذا اشتكى تداعى اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء المكون الاول والمكون الثاني لجهاز العصب المحيطي هو الالياف العصبية اللي قلتها الالياف العصبية والوعقد العصبية والمكون الثالث هو المستقبلات الحسية انا هنا بقى النهاردة في الحلقة دي هنتكلم عن حاجة اسمها المستقبلات الحسية يعني ايه مستقبلات عشان تعرف عظمة الخالق جل وعلا عظمة الخلق تؤدي بك الى ان تعرف الخالقة جل وعلا الاعضاء دي كلها الاعضاء الحسية زي مثلا العينين الودان الانف اللسان في مستقبلات حسية مستقبلات يعني حاجة بتستقبل الحس لما تيجي مثلا تشرب حاجة سخنة تبص تلاقي قطعة من اللسانة لاساعة كده ايه اللي لاساعة او احسست بالقلم ليه لان فيه هنا نهايات اعصاء برضو لما بتنظر بعينك وتشوف منظر انت بتشوفه بايه ما بتشوفه بالاعصاب برضو اللي هنشوفها الوقت هناك بقى فيه حاجة اسمها اللي عشيري حالي بعدها المستقبلات الضوئية والمستقبلات الميكانيكية والمستقبلات الحرارية والمستقبلات الكيميائية سبحانك يا رب الله خلاق مش خالق بزد خلاق خلاق يعني كثير الخلق المستعمل في حاسة البصر حاجة اسمها المستقبلات البصرية بتستقبل الامر مش امر عبث ولا خلل ولا عشوائية ليس هناك عبث في خلق الله وليس هناك خلل في خلق الله وليس هناك عشوائية في خلق الله ومن ثم اقول دائما لا عبث ولا خلل ولا عشوائية في تشريع الله للبشر هو هو الله الذي خلق والذي شرع بنظام الخلق هو نظام التشريع في حسبان في نظام في ابداع في حسبان ليس فيه خلل وليس فيه عشوائية وليس فيه عبث فالخصب حصة البصر اللي انت قاعد بتشوفني الوقتي عينيك من ركز على التلفاز بتشوف الرؤية دي عملية معقدة جدا ومتشابكة جدا وفيها نظام بديع جدا عن طريق ما يسمى احفظ الكلمة دي المستقبلات الضوئية طيب حاسة السمع وحاسة حفظ توازن الجسم ده في الازن لابنسميها المستقبلات الميكانيكية ده خلاف المستقبلات الضوئية كل عضو له نظام اه وتحسب انك جرم صغير وفيك انطول عالم الاكبر ده عالم الجسم ده انا ارى انه كون جسم الانسان كون وحده متفرد كون يعني زي ما اتكلمنا قبل كده عن الشموس والاقمار والمجرات والسنين الضوئية والمسافات اللي بين الكواكب ونظام الكون البديع الجسم الانساني ايضا هكذا متخش في عالم النظر او حالم البصر تحس انك داخل في عالم لا ينتهي متدخل في الاذن تشعر انك داخل في عالم لا ينتهي تدخل في الجلد عالم لا ينتهي تدخل في حاجة اسمها المستقبلات الكيميائية اللي هي خاصة بحستي الشم والذوق الشم والذوق وعند هذا يعني فاصل قصير ان شاء الله عز وجل ونكمل بمشيئة الله تبارك وتعالى والفرحة جائزة كبرى سنعود بإذن الله سنعود بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله أهلا بكم بعد هذا الفاصل القصير ونستكمل الدخول في عالم المجهول يعني الإنسان المعاصر لم يصل إلى العلم الكامل بهذا الجسد ما زال هناك أسرار كثيرة جدا 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 وما جهله الإنسان إلى الآن سواء في علم الأكوان أو في علم الإنسان المجهول فيه أضعاف 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 المعلوم احنا بنحاول أن احنا يعني نذكر الله عز وجل ونسبحه من خلال هذه الحلقات فقلنا كل حاسة لها مستقبل أو مستقبلات فحاسة البصر لها مستقبلات من سمعها مستقبلات ضوئية وحاسة السمع وجهاز حفظ التوازن لها مستقبلات أيضا من سمعها مستقبلات ميكانيكية وحاسة تنظيم درجة حرارة الجسم لها مستقبلات بسمعها مستقبلات حرارية المستقبلات العجيبة جدا فعلا اللي هي رقم أربعة اللي هي بيسموها المستقبلات الكيميائية تبتشم فهذا الشم بيدوب في سواء الكيميائية فيتعرف العقل على المادة المشمومة وكذلك الذوق زي ما هنشوف في الوقت إن شاء الله المهم نعرف من خلال هذه الشريحة لا شوي من خلال هذه الشريحة اللي هي اللي فات بديت أن هنا اللي هو المعروض اللي هي مستقبلات يعني استنى شوي في ضوئية وميكانيكية وحرارية ومستقبلات كيميائية الشريحة اللي انت عرضتها دي تنعرضها تاني طيب الشريحة دي تتعرض إن شاء الله اللي هي لا اللي بعدها اللي بعدها أيوة دية العليمين دي حاجة اسمها مخروط واللي على الشمال اسمها عصى في حاسة البصر يبلغ عدد الخلايا الحساسة للضوء للمستقبلات اللي قلت عليها في شبكية كل عين ما يقرب من مية وثلاثين مليون خلية من اللي انت شايفه قدامك ده طبعا دي مكبرة دي خلي بالك من المخاريط والعصي مخاريط وعصي مية وثلاثين مليون خلية موجودة في شبكية العين ده مستقبلات ضوئية منها خمسة مليون مخروط و مية خمسة وعشرين مليون عصى هم كلهم مية وثلاثين مليون خمسة مليون مخروط ومية خمسة وعشرين مليون عصى عصى في حاجة خطيرة جدا 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 ومعلومة في منتهى الروعة والابداع والعظمة فيما يتعلق بالمخاريط والعصية دي اللي هم مستقبلات الضوء في شبكية العين خليك معايا كده بيهدوء كده مستقبلات الضوء في شبكية العين مية وثلاثين مليون خلية خمسة مليون مخروط ومية خمسة وعشرين مليون عصى ايه اللي بيحصل المخاريط دي المخاريط خاصة بالرؤية أثناء النهار سبحانك يا رب والعصي خاصة بالرؤية أثناء الليل يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى من خلقه البديع العظيم الدقيق جدا جعل التخصص في الخلايا العصبية المسؤولة عن استقبال الضوء ان فيه خلايا بتشوف بالنهار ده المخاريط وفيه خلايا بتشوف بالليل اللي العصي والمخاريط عددها أقل لأن النهار رؤيته أجلى وأوضح إنما الليل عايز خلايا أكتر الليل العصي مية خمسة وعشرين مليون عشان الرؤية في الليل عايزة مجهود لأن الليل ظلام ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر فمن رحمته سبحانه وتعالى أن جعل لك خلايا تستقبل الضوء في النهار ده المخاريط وخلايا تستقبل الضوء في الليل وده العصي أنا بحاول على قد ما بقدر أبسط المعلومة جدا لأنه مش هدفنا ندخل في يعني علم دقيق وتفاصيل خطيرة لأن العلم مش مكانه هنا هنا مكان العقيدة والتوحيد ومعرفة الحق تبارك وتعالى فالعصي الرؤية الليلية والمخاريط الرؤية النهارية تجتمع الألياف الخارجة من الشبكية خلاص إحنا استقبلة الضوء الخلايا ديت المنظر أو الضوء بيقع الشبكية وبعدين يطلع من لائس الخلايا تجتمع الألياف هاته السلايد اللي بيقول فيه وتجتمع الألياف الخارجة من الشبكية تطلع الألياف إيه؟ العصبية اللي بعدها يا أستاذ معتدس وتجتمع الألياف الخارجة من الشبكية عند العقدة العصبية الشبكية والتي تحتوي على ما يقرم من مليون عصبون إذن إحنا جزاك الله خيرا جزاك الله خير إحنا خلاص خلصنا الشناحة دي الضوء وقع على الشبكية شبكية العين المخارج بالنهار والعصي بالليل وبعدين بتجمع في ألياف عصبية للعصب البصري للمخ مش كده؟ عملية سهلة جدا العقدة العصبية الشبكية بقى دي عبارة عن محطة كده فيها مليون عصبون مليون اللي بعدها يا أستاذي اللي بعدها الشريحة اللي بعدها على طول مش ديه خلاص كده؟ لا مش ديه برضو اللي بعدها خلاص جزاك الله خير جزاك الله خير تجتمع الألياف الخارجة من الشبكية عند العقدة العصبية الشبكية والتي قد تحتها على ما يقرب من مليون عصبون طيب نيجي لحاسة السمع في حاسة السمع بقى احنا قلنا المستقبلات هنا ايه؟ مش ضوئية بقى مستقبلات هنا ميكانيكية يبلغ عدد الخلايا الشعرية الحساسة لحركة سائل القوقعة ما يقرب من عشرين ألف خلية احنا عندنا قوقعة خلاص في الأذن فيها سائل السائل اللي داخل القوقعة ده فيه تلات عشرين ألف خلية عصبية وتمر الألياف الخارجة منها فيه تلاتين ألف ليف عصبي سماي على عقدة عصبية ايضا تقع بجوار القوقعة وتحتوي على عشر تلاف عصبون بازن كله خلايا حساسة تجمع في ألياف والألياف تجمع في عقدة عصبية للعصب السمعي بس كلها ايه؟ بالملايين والألاف ثم تنقل إلى القشرة السمعية في المخ ممكن تعرض الشرايح اللي أنا بقولها دية معايا كده تنقل إلى القشرة السمعية في المخ والتي تحوي لا اللي بعدها بقى إحنا نحن وقت في السمع الوقت كمان 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 أيها حسنة السمع هي تقليك معايا بقى واحدة واحدة جدا أنا حسنة السمع يبلغ عدد الخلايا الشعرية الحساسة لحركة سائل القوقعة ما يقرب من عشرين ألف خليه طيب اللي بعدها تمر الألياف الخارجة منها والبالغ عددها تلاتين ألف ليف عصبي سمعي طيب اللي بعدها على أقد عصبية تقع بجوار القوقعة وتحتوي على ما يقرب من عشر تلاف عصبون اللي بعدها ومن ثم تنقل إلى الكشرة السمعية في المخ والتي تحتوي على مئة مليون عصبون أدي صورة استنى بقى الصورة دي بعد إذنك شوية كده خليك معايا شوية أدي الأزن الخارجية على الشمال بيطلع منها القناة السمعية الخارجية خليه إيه أرى الصورة كويس لتركيب تشريحي بسيط أول الأزن يعني قلص وبعدين تدخل على طابلة الأزن شايف طابلة الأزن وبعدين القنوات الهلالية اللي هي عضو التوازن فوق هي عضو التوازن فوق وأدى العصب الخاص بالتوازن وأدى عضو السمع اللي هو القوقعة الله يفتح عليك أيوة خليك معايا تاني كده عشان نتأمل خلق الله عز وجل نتأمل خلق الله عز وجل أدى الأزن الخارجية فيش حاجة اسمها خلل ولا ولا عشوائية ولا عبث هذا الأزن الخارجية بيت بيدخل منها القناة السمعية الخارجية وبعدين بتدخل على طابلة الودن عاية جوه هيت وبعدين بقى فيه عضوين أساسيين في الأزن جوه وفي الأزن الداخلية عضوين في منتقى الخطورة عضو خاص بالتوازن وعضو خاص بالسمع العضو الخاص بالتوازن وهو قنوات الهلالية فوقها والعضو الخاص بالسمع اللي هي قوقعة تحتها وبعدين العصب الخاص بالتوازن خلي بالك في الحيز الضيق ده الحيز الضيق اللي هو موجود في القوقعة وقنوات الهلالية اللي هو عضو التوازن وعضو السمع في هذا الحيز اللي يعني بضعة مليمترات فيه بقى مئة الف خلية مليون خلية ازاي تجمعت ازاي تحطت بهذا الشكل ده اسمه بديع خلق الله عز وجل فيش مخلوق يعني هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه ازاي بقى خلي الصورة محطوطة خلي الصورة اللي هي عقدة عصبية تقع بجوار القوقعة شفت القوقعة اللي عدوا سمعه تحتوي على مقر من عشر تلاف عصبو تمر الألياف الخارجي منها يبلغ علىها تلاتين ألف لف عصبي عدد الخلية الشعرية الحساسة لحركة سائل القوقعة القوقعة دية اللي هي عضو السمع ده فيه سائل بيسمول اندوليمف السائل ده فيه حوالي عشرين ألف خلية يعني ايه الخلية دية تتحطت ازاي اتجمعت ازاي اتكدست ازاي في الحيز الضيق او ده وانت وانت بتسمع وانت شعر بتسمع ازاي والتوازن يعني ايه التوازن يعني انت قاعد الوقتي قدامي جزاك الله خير ما تسيب السورة عمد عشان نتأمل خلق الله يعني انت قاعد قدامي الوقتي وقاعد متوازن يعني ايه متوازن يعني لا بتتهزي مين ولا شمال وطبعا إنت إذا إنسان فقد القدرة على التوازن بتلاقيه ماشي يترنح زي اللي شرب خمر بالضبط مش قادر يوزي النفس هو بيقولك يعني يجي يشتكي لك كده يقولك إننا ما نش حاسب بتوازني وده اللي بيساعات بيسموه الدوار أو الدوار أو الدوران اللي بيجي العين فيلتايجو نتيجة للخلل في عضو التوازن ده خلاص آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ لما الإنسان بيتحرك بتطلع إشارات من الخلايا الشعرية إلى العصب إن الإنسان سيبها شوية يا سبحانه صورة صورة أيها ما هي دي المهمة في حالة الحركة إنسان بيتحرك الحركة دي ينتج عنها إشارة إشارات من الخلايا الشعرية إلى العصب خلاص فهذه الحركة تحفز الخلايا الشعرية كي ترسل إشارات من خلال العصب إلى المخ أنا قاعد بالتوازنة هوت قدامك هو طب اتحركت كده لما أغزه هتبص تلاقي الحركة دية زي في اليمين بعتت إشارات على طول الحركة نعملتها ده هي بس تبعت إشارات للمخ إن أنا حركت جسمك المخ يطلع تاني يبعت إشارات تانية عشان أحفظ توازنه لأن التوازن ده مطلوب جدا لحركة الإنسان على وجه الأرض يزاك الله خير يزاك الله خير يوجد في الأزن الداخلية عضو مسؤول عن توازن الجسم اللي هو إيه ده عضو مسؤول عن التوازن عشان تقعد كده محترم وتوازن الناس يبصلك باحترام لو فقدت وظيفة هذا العضو تبقى إيه قاعد تترنح وقاعد منتش على بعضك منتش على بعضك يبقى ده نعمة من نعم الله عليك أن تكون متوازنا هكذا وده عضو وهو على أي حلقات اللي قنوات النصفة دائرية اللي شفتها في الصورة اللي هي عرضتها وأعدت فترة طويلة معروضة على الشاشة تحتوي على سائل ومستقبلات عصبية تشبه الشعيرات تسمى الخلايا الشعرية اللي أنا شفتها الوقت في الصورة اللي يا ريت يا أسبوع تستجيبها تاني اللي هي الصورة اللي هي فيها الحركة دي وتسيبها وعشان نقر وهي موجود تتحكم في الإحساس بالتوازن أهي لهي بقى قالها شوية كده على هيئة حلقات قنوات نصف دائرية اللي قدامك دي بتحتوي جوة على سائل ومستقبلات عصبية تشبه الشعيرات تسمى الخلايا الشعرية دي بتتحكم في الإحساس بالتوازن نعمة كبيرة جدا يغفل عنها كثير من الناس ولذلك نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الصحة يعني نعمة كبيرة جدا جدا بس محدش حسبة وقليل من عبادية الشكور يتكون من جزء عظمي وجزء غشائي أغشية هذا العضو خليها برضو شوية ضرورية لحاسة السمع وتوازن الجسم لأمر ما جاء التوازن مع السمع في الأذن الداخلي صنع الله إن جهاز التوازن وجهاز السمع في الأذن الداخلي وتكون تلك الأغشية محاطة بالعظم وملئة بسائل السائل ده بألي بتحرك مع الحركة اسمه الإندونيف اللي هو لما الإنسان بيتحرك يمين ولا شمال السائل ده بيبعث إشارات للخلايا الشعرية إلى العصب إلى المخ فعندما يحرك الشخص رأسهم يتحرك هذا السائل فيحرك الخلايا الشعرية ويحفزها لإرسال إشارات إلى الأعصاب التي تقوم بإرسال إشارات إلى المخ تنبهه بحركة الجسم كذلك الله خير بسرعة كده نعدي على حسة الشام إحنا طبعا لو دخلنا في الحواسة لكلها كل حسة لكلها شهرين ثلاثة أو أكتر من الكلام إنما إحنا كل هدفنا إننا نعدي على المستقبلات الحسية علشان نطوف حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منه عضو تلاعى له سائر الأعضاء بالسهر والحم إزاي تتداعى عن طريق الإشارات العصبية والمستقبلات الحسية عشان كده دخلنا في القصة دي في حسة الشام المستقبلات الحسية هنا كيميائية كذاك الله خير في حسة الشام يوجد عشر مليون عشرة ملايين خلية شام عشرة مليون سبحان الله العظيم موزعة على رقعتين من النسيج الشمي موجودتين في سقف التجويف الأنفي عشرة مليون خلية شام المستقبلات هناك زي ما قلنا هي كيميائية كيميائية ما هياش ضوئية زي البصر وما هياش ميكانيكية زي السمع لا هنا كيميائية سوائل بقى عشان تعرف قدرة الله عز وجل احنا قلنا في البصر مستقبلات ضوئية وقلنا في السمع مستقبلات ميكانيكية حركة حركة والضوئية ضوء سبحانك يا رب سبحانك ولا تقالوا إلا لك في الشم والذوق بقى مستقبلات هنا كيميائية كم خلية هنا في الشم بتستقبل اللي انت بتشمه عشرة مليون خلية شام لا تتجاوز مساحة كل منهما اللي هما الرقعتين دول سنتيمتر مربع واحد يعني في سنتيمتر مربع واحد موجود عشرة مليون خلية شام ازاي جمعت العشرة مليون خلية شام في سنتيمتر واحد ده خلق الله عز وجل اسمع التانية بقى يوجد ما يقرب الشراحة اللي بعدها يوجد ما يقرب من الف نوع من خلايا الشم الله الف نوع الف نوع من عشرة مليون خلية الف متوزعة الف نوع حساسة لمختلف انواع المواد الكيميائي وهي قادرة على تمييز ما يزيد عن عشرة تلاف رائحة مختلفة انت مستوعب الحقائق الرقمية ديت يعني انت ممكن تمييز ما يزيد عن عشرة تلاف رائحة مختلفة بعشرة مليون خلية شام وهي عبارة عن الف نوع من خلايا الشام الحساسة لمختلف انواع المواد الكيميائي الشراحة الابلاء اللي هي عشرة مليون خلية شام عشرة ملايين خلية شام ويوجد ما يقرم من الف نوع من خلايا الشام الحساسة لمختلف انواع المواد الكيميائي هي قادرة على تمييز ما يزيد عن عشرة تلاف رائحة مختلفة شفت العظمة بقى عرفت ان انت وتزعم انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر افحسبتم انما خلقناكم عبثة وانكم الينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق يزاك الله خير يزاك الله خير يعني عايزة اقول ايه افحسبتم انما خلقناكم عبثا لا معنيين افحسبتم انما خلقناكم عبثا يعني لا عبثا ولا الى هدف نهائي وانكم الينا لا ترجعون افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون يومي من الظن السيء بالله عز وجل ان تعتقد ان هذه الحياة عبثية على فكرة دي النظرة العلمانية او الالحادية لخلق الانسان جئت لا ادري من اين اتيت ولكني ابصرت امامي طريقا فمشيت لا ادري من اين اللي هو التوهان بتاع الشاعر المشهور ده التوهان لا عارف جاي منين ولا رايح فين ولا جاي للدنيا يعمل ايه لا عارف جاي منين وجاي ازاي ولا عايش في الدنيا ليه ولا الهدف من وجوده ايه انما الاسلام والعقيدة عندنا بتفسر كل القضايا الفكرية دي يبقى فيش عبث انت جاي لمهمة انت جاي لمهمة هو ما خلقته الجنة والانسة الا ليعبدوه وبعدين يوما ما ستنتهي هذه القصة قصة الحياة الدنيا كلها وسترجع الى الله عز وجل يسألك عن النقير والقطمير والصغير والكبير يبقى القضايا الفكرية الهائلة اللي شغلت البشرية كلها والمذاهب الفكرية والمادية والالحادية والعلمانية والوجودية وغيرها بتفسر عندنا ببساطة شديدة جدا العقيدة الاسلامية من الاعجاز فيها من الاعجاز في العقيدة الاسلامية لعقيدة التوحيد انها عقيدة سهلة جدا للاستعابة مفردات بسيطة جدا يستوعبها العقل البشري الفطري الغريزي بسرعة عجيبة فيش فات عقيدات العقيدة الاسلامية عقيدة التوحيد ليس فيها اشكاليات اطلاق يعني البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير سماء الذات وبرج ده العربية العربية التي وصلت الى توحيد الله عز وجل بهذا المنطق البسيط هذا المنطق الواضح البسيط فالخلق ليس فيه عبث خلق الأكوان وخلق الإنسان والهواء بغزاته سجين ونيترجين وسنكسير الكربون والأرض وما عليها والجبال والنهاء الهار والأشجار والحيوان والنباتات والأنعام هذا الخلق البديع كله كله نظام الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر والسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تضغوا في الميزان الشمس والقمر بحسبان أيضا كل خلية من خلاياك كل عضو من أعضائك كل جهاز من أجهزتك كلها خلقها الحق تبارك وتعالى بالحسبان وبالميزان وبما أن الله عز وجل خلق كل شيء بالحسبان وبالميزان فوجودك في هذه الدنيا ليس عبثا وإنما يوما ما سترجع إلى الله عز وجل للكل الفتحة اللي أنت بتقراها كل يوم سبعتاشر مرة الفاتحة فاتحة الكتاب التي تقرؤها في كل رقع من رقعات الصلاة المفروضة على الأقل يعني خمس فروض رقعتين واربعة واربعة وثلاثة واربعة تجمعهم بتقوم سبعتاشر رقع الفتحة دية وانت واقف بتقرؤها كل يوم سبعتاشر مرة تجيب عن هذه الأسئلة الكبيرة من أين أتيت وما هي المهمة التي أتيت بها إلى هذه الدنيا ثم المآل والمرجح تذكرك طرقات يومية سبعتاشر مرة الحمد لله رب العالمين مخلوق لله عز وجل أنت مخلوق لله الوحيد الديان الرحمن الرحيم مالك يوم الدين رجع له إياك نعبد ده المهمة اللي أنت موجود من أجلها في الدنيا فأنا بقول لما تلاقي ألف نوع من خلايا الشم هاتبقى الشريحة أستاذ المعتز ألف نوع من خلايا الشم الحساسة لمختلف أنواع المواد الكيميائي وهي قادرة على تمييز ما يزين عن عشر تلاف رائحة مختلفة الشريحة موجودة أم لا راحت ده ألف نوع من خلايا الشم الحساسة لمختلف أنواع المواد الكيميائية وهي قادرة على تمييز ما يزين عن عشر تلاف رائحة مختلفة نيجي بقى لحسة الذوق انت معي أستاذ معتز في حسة الذوق بقى يوجد الله يفتح عليك فتح الله لك وعليك في حسة الذوق بقى يوجد عشر تلاف براعم أو برعم تزوق هنا هنا في اللسان يعني شفت الأرقام دي يعني أنا مستوعب الأرقام دي عشر تلاف برعم تزوق غالبياتها موجودة على سطح اللسان والبقية في اللهاه اللسان المزمار وجوانب الفم ويوجد ما بين خمسين ومية وخمسين مستقبل تزوق على كل برعم على كل برعم من العشر تلاف برعم على كل برعم من العشر تلاف برعم في خمسين لمية وخمسين مستقبل تزوق نقول تاني نقول تاني عشر تلاب برعم على كل برعم تزوق خمسين لمية وخمسين مستقبل تزوق وهي مقسمة إلى أربعة أنواع سبحانك الحلوة والحادئ والحامض والمر الحلوة له برعم متخصصة للحلو والحادئ والملوحة لها برعم متخصصة في الحادئ والملوحة وفي برعم متخصصة لتزوق الحامض وفي برعم متخصصة لتزوق المر طب انت بالله عليك تذكر الله عز وجل حينما تتزوق الحلو ببراعم متخصصة والمالح ببراعي متخصصة والحامض ببراعي متخصصة والمر ببراعي متخصصة وده كله موجودة في خريطة على اللسان جايز نشوفها الوقت خلية التزوق في اللسان ممكن تعدي شرحتين ثلاثة كده السبوع التاس هتلاقي خلية التزوق في اللسان لو عندك خلية بني كده لا كمان أيها ده خليك بقى كده بخلية التزوق في اللسان خلها سواء شوي كده هذه الخلية المحملية الملونة هي خلية التزوق في اللسان وهي الخلية التي تجعلنا نستطيع الشعور بطعم الأشياء بطعم الحلو والحادق والحمد والمر تخيل أنه يوجد على لسانك عشر تلاف خلية من هذه الخلايا ومن بديع صنع الله استبارك وتعالى أن لكل طعم منطقته الخاصة في اللسان فتستطيع أن تتذوق المادة الحلوة بطرف اللسان وتتذوق المادة المالحة على جانبي اللسان من الأمام وتتذوق المادة المرة في نهاية اللسان و배قب بينما تتذوق المادة الحامضة على جانبي اللسان وإلحانك الشريحة اللي بعدها الشريحة اللي بعدها اللي بعده ليه على طول لا اللي بعدها على طول اللي بعدها على سطح اللسان يوجد تسعمئة نتوء ذوقي لمعرفة طعم الحلو والحامض والمر والمالح بالله عليك أإله مع الله هذا خلق الله أروني ماذا خلق الذين من دونه تسعمائة نتوء ذوق يعني يتزوق تعرف به الطعم الحلو والحامض والمر والمالح اللي بعدها على طلبها هتلاقي الخريطة موجودة بعدها أي والله يفتع عليك أدي براعم التزوق الكبيرة وأدي براعم التزوق الصغيرة ده اللي سنفقه يعني برضو العملية ما فيش فيها عباس ولا خلل ده كل منطقة لها وظيفة وكل برعم له وظيفة وقادي اللي بعدها على طول اللي بعدها على طول بعد الشريحة دي أعضاء حاس أيوة أعضاء حاسة الطعم موجودة في الأساس فوق سطح اللسان أنا بقرأ بس وهي مجتمعة حسب الأذواق التي تلتقطوها الأطعمة الحلوة أو المالحة تلتقط في القسم الأمام من اللسان الأطعمة الحامضة في الأطراف والأطعمة المرة في القسم الخلفي من اللسان اللي هو مالح مر حامض حلو نيجي بقى نتكلم على يزاك الله خير في حاسة اللمس احنا كلمنا عن البصر بسرعة كده مستقبلات حسية الحلقة كلها مستقبلات حسية وكل الموضوع مش عايزين ننسى مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد كل ده جسد واحد وبتبعت الإشارات لإصابة أي عضو من دول بقى في البصر في الأذن في الجلد ما ننساش الحديث ده تالت حلقة في الحديث ونسقطه على واقع الأمة الآن في حاسة اللمس يوجد ما يقرب من عشرين نوع من الخلائع الحسية هنا بقى اللمس عشرين نوع من الخلائع الحسية مدفونة على أعماق مختلفة من الجلد تستجيب لأنواع مختلفة من المؤثرات كالسخونة والبرودة والخشونة والنعومة والصلابة والطراوة والرطوبة والجفاف والضغط المتقطع والضغط المتواصل معدل التغير في درجة الحرارة والضغط والألم كل الحسيس دية كل إحساس له خلائع بتحس بي مش لسا ديتين تستجيب دقيقة كذلك الله خيرنا يعني مؤثر السخونة البرودة الخشونة النعومة الصلابة الطراوة الرطوبة الجفاف والضغط المتقطع والمتواصل ومعدل التغير في درجة الحرارة والضغط المتقطع خلاص تقريبا الحلقة انتهت انتهى وقتها فنسأل الله تورك وتعالى ان احنا نكمل في الحلقة القاضية ان شاء الله عز وجل نستكمل المؤثرات او المستقبلات المستقبلات الضوئية والسمعية والحرارية والكيميائية ونستكمل الطواف او تطواف حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تحتاجه الامة الان مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى وحتى نلقاكم احبتي في الله في حلقة الجمعة القادمة استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعجاز القرآن هدانا للرشد وزدنا ايمان سبيد ديبش